السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله يحضر ان الانسان يستعمل هذا شيء للافتخار لا در الافتخار راه يصاب بالعين والعين حق راه شحال دي الناس كيبقوا يتصوروا ويتصوروا ويراميه في قنوة تواصل الاجتماعي وبالبعد كيكون افتخاراً وكي تصاب بالعين كي تصاب بالعين كتلقى ها هو مريض ها هو فقير ها هو المصائب كتنزل عليه كيقول من هذا شيء من جاني راه من العين يساني دي الصورة فقط باشي انقل واحد ذكرى جميلة ويحطف بالذكرى ودون مباهات ودون افتخار فلا بأس ان تكون عندك صورة في البيت ديالك دي الوالدك وتصلي في ذاك المكان طاهر لا مانع والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان واحد مرة بغى يصلي في البيت دياله وجيت امنا عائشة رضي الله عنها بواحد التوب ذاك التوب في صور ديال الطيور وعلقته بحل ستار بحل الخامية فلما اراد النبي الكريم ان يصلي بغير النافلة في البيت دياله هو كيصلي وكيشوف ذاك الستار امامه في صور ديال الطيور ففوتنا بذلك فلما انتهى من الصلاة قال يا عائشة ازيل عني هذا الستار فان هذه الرسوم لا تزالوا تتمتلوا لي في دهني فامنا عائشة ذاك الستار حي داتوا من ذاك المكان وداتوا منه بخد هناك يقول العلماء ليس هناك تحريم لان لو كان محرما لا امرها باحراقه او اطلافه لكن غير النبي الكريم قال لهذه الصور كجلدهم ديالي واستعملتهم كمخدات لانسان الى اذا فوتين يحيد من الصورة ويصلي لله تعالى كينا نسله مياه للأسف في الدينة الاخرى بحال المسيحية تدخل الكنيسة كتلقى الصور ديال السيدة مريم العذراء كتلقى الصور ديال سيدنا المسيح عليه السلام كتلقى الصور ديال الرهبانيون اللي كانوا مع سيدنا المسيح وكتلقى الاحبار والصلحاء ديالهم هذا كله من اثار الذي لا يليق امك العبادة ينبغي ان تبقى مجرد لله بحال مساجد ديالنا وان المساجد ديالله فلا تدعو مع الله احدا ما يكون له صور ولا فوتوغراف وانت في الدار ديالك متبغي تصليف تجاه القبلة خاصة المكان ديال القبلة بيكون فيه صور لك انت صورة في اية الكرسي او اية قرآنية او صورة الكعبة المشرفة هذا كله مبارك يذكرك بالدين اما الصورة تفتلك انحيدها اثناء الصلاة الانسان عنده صور في البيت ديال والده عنده صور فوتوغرافية كيف يصلي هل يجوز ان يصلي امام الصور الحديث النبوي الشريف ماذا يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين لعن الله المصورين وفي حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هذا حديثين صحيحين في هذا الباب ما معنى هما هناك يدخل الفقه وهو حسن الادراك ما معنى الفقه الفقه يقال الفقه والعلم بالاحكام الشرعية المستنبطة من الادلة التفصيلية والفقه يكون عنده دراية ما المقصود من الاحاديث بعض الناس اللي ما عندهمش فقه اشفاموا من الاحاديث فهموا الظاهر ديالها الظاهر وقال لك مادم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لعن الله المصورين اي واحد مصور هو ملعون يعني واحد يصور فوتوغراف يعني هل ينطبق للحديث ولما قال ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون انسان كاميرامان او مصور او عنده هاتف نقال او عنده استوديو هل ينطبق للحديث حاشا وكلا ليس معنى ذلك هذا الحديث هذا المقصود المصورون الذين ينحتون الحجارة باش يتخدوها كالهة للعبادة لان البشرية كانت في واحد الزمن كان عقلها وعاقدتها مرتبطة بالحجر كانوا يعبدون الحجر ويصورونه ينحتو الحجر ومن البعض يبدأوا يعبدوهم وهنا كان العرب معروفين كانت الالهة في كل مكان يسمون بنقوصين الالهة كان هناك الساف ونائلة وكان هبل وكان اللاتو وكان العزة كان حول الكعبة ما يزيد عن ثلاثمائة وستين صنم وكان شيخهم هبل جاء به أحدهم من البلقان جاء به أساطير بأنه يسمع وأنه يقضي الحوائج فصارت كل قبيلة تتخذ لها آلهة وصار مصور ينحتون الآلهة وكل إله كدروا في شكل كل إله له على شكل بشر له على شكل حيوان وإما يكون نسرا وسواعا ويغوتا كما كان في عهد نوح كي يخضهم أصنام الحيوانات إما الطيور وإما الأسود وإما النمور وإما الأفاعي وفي الصين الآن رغم التكنولوجيا المتقدمة عندهم تمثال بل في اليابان اليابان عندهم تمثال بودة سادهارت وتقريبا واحد سنوات مضت كانوا صنعوا أعظم تمثال البودة صنعوه ودروا في عينه جوهر حمراء لا تخوز يمؤي بين عينه في الشبهة كيدروا واحد كسمه لا تخوز يمؤي يعني الرؤية التي يرى بها الأشياء بروحه وليس ببصره كي يقول عندهم البصر والبصيرة البصر هو عينك لقد موجود العينين لكن بين عيني كيدروا واحد واحد العلمة حمراء إما في الهند كيدروا دائرة حمراء أو في البودة كيدروا واحد بحلب ولا حمراء لا تخوز يمؤي النار اللي كانوا داروا الافتتاح ويدجي واحد الزلزلة في ذلك المنطقة وأصابت ذلك الإله بانشقاقات فانفصل الرأس عن الجسد وكان الناس كانوا على الأقل يكون عندهم واحد العقل يقولوا بأننا نحن نعبد حجارة نحن نصبه بالجرانيت ونصبه بالبرونز ونصبناه ودرنا افتتاح رسمي وجاء السلطان ديال اليابان وجاء الأعيان ونرل افتتاح دير البخور ودير الند وديرين ذلك الألات الموسيقية ونرل افتتاح يلا بغي قدموا القرابين للإله جات هزة أرضية تزعزعت الأرض من تحت أقدامهم فإذا وقعت انشقاقات في البنايات وتمتلبود كبير ضخم وقعت في انشقاقات وانفصل الرأس عن الجسد هم البعض رمموه وكملوا التقوص ديالهم يعني رغم أن التكنولوجيا اليابان دولة متقدمة يسموه الكوكب اليابان مش دولة اليابان كوكب اليابان فاتونا بمئة سنة ضوئية فاتونا بزاف فاش في التكنولوجيا ولكن أين العقيدة؟ أين هو الديم؟ اللي هو رسل ما الحقيقي شي الأخر كله متاع الدنيا قليل للأسف ما عندهم شيء فالمقصود هنا بالمصورون هم اللي يصنعوا الآلهة بش يتاخدوها عبادة من دون الله أم اللي يصور فوتوغراف هذا حكم حكم المرآة المرآة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي الكريم يرى نفسه في المرآة وكان يقول اللهم أحسن خلقي كما أحسنت خلقتي الدعاء المأتور لمن رأى المرآة كتقول لش في وجهك في المرايا كيف بلك الله تعالى كيف صورك وجعلك السمع والبصر أعطك الله العيون أعطك الله الحاجبين أعطك الأنف أعطك الفهم سبحان الله هاي الأنف الحاجبين Beh這個 بحال Rey أعطك mess yes بالألوان بلا بطارية هذا الأنف بحل الأسبيغاتور كيستنشق وكيستنتر هذا الفم بحل الجهاز المولينكس في اللسان وفي السنان وكي يقول لك الله يحفظك محفظ اللسان من السنان ودوك الأدنين بحل الباغابول سبحانك يا جليل يعني الإنسان تجمع فيما تفرق في غيره الله هو المصور فأنت لما ترى نفسك في المرآة كتقول الدعاء المأتور اللهم كما أحسنت خلقتي فأحسن خلقي المرآة هي كانت في عد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه المرآة هي كالناس يشوف راسهم إما في الزجاجة أو على صفحة الماء أو على انعكاسات متعددة الصورة الفوتوغرافية لعدنا الآن هي تايرة بحل المرآة هي انعكاس للضل كي نعاكس ثم يحصر يحصر الكاميرا كتحصر الضل فهذه الآن الكاميرا عادية وهي ضرورية من ضرورية الحياة كانوا بعض العلماء الأجلاء في دول الخليج هذه واحد السنوات طويلة كانوا يفهمون الحديث بظاهره وكانوا يمنعون التصوير يقول لك لعن الله المصورين وأشد الناس عذاب المصورون وكان يرفض أن تأخذ له صورة أو فيديو يمنع تلفاز يقول لك لها دا كله فتنة ولكن فيما بعد تبين بأن هذا حكم خاطئ هذا اشتهاد لم يصيب الصواب هذا اشتهاد خاطئ ونسعف بأن التصوير مهم فصار العلماء يصورون الندوات العلمية وبدأت دي النوادنة وتنقل عبر الأقمر الإصطناعية وينتفع بها الناس في كل القارات بل العالم إذا أراد أن يسافر خاصة جوى الصفر وجوى الصفر خاصة صورة فوتوغرافية كان بعض العلماء قالوا لك نعم للضرورة بديس جوى الصفار أو بطاقة تعرف وطني تتصور نعم هذا اشتهاد منهم أما التصوير إلا كان فيه تقديس ولكن فيها تقدر الصورة وتقدسها وتطاوح لا تسيبار هذا ممنوع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة